مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مدير مجمع الشروق على فوديل بعد تصريحته الأخيرة التي صنعت الحدث إذ أنه تحدث بشكل مباشر عن السعيد بوتفليقة والكثير من الرجال المال وكشف كيف يتم التلاعب الكبير بأموال الشعب كما أنه صراح بأن السعيد بوتفليقة أخو الرئيس هو من يحكم الجزائر وليس الرئيس بل وأضاف متحديا الجميع أن ختم الرئيسي يوجد في مكتب السعيد بوتفليقة وهو من يعطي الأوامر في كل الجهاز كما تطرق لملفات كثيرة بجرأة أكبر ونشر حساب الشروق خبر اعتقاله اليوم الذي فجأ الجميع في دل تسارع الأحداث يأتي هدف دل حتمية إقالة الرئيس الذي يتعرض لمواجهة مدى مئة وإثنان حاليا لعزله نتمنى أن تمر على خير وتعود الأوضاع لوضعها الطبيعي للشرع في بناء جزائر الغد التي ينتظرها الجميع خصوصا وأن شعب الجزائري أصبح وعيا ومتحدا أكثر من خلال المسيرات السلمية التي أبانت العالم كله عن الوعي والتحضر الكبير للشعب حتى صار يضرب بهم المثال عالميا أما التأخير من جانب السلطة فلا يفيد أحدا إلا المستفيدين والمهربين فما رأيك في اعتقال مدير مجمع الشروق وما رأيك أيضا في هذه الأحداث المتسارعة حاليا لا تنسى الضغط على الزر الإعجاب إذا كنت مع تغييري السلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم والاشتراك في القناة وشكرا اشتركوا في القناة